بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عدنا من جديد في حلقة استثنائية من برنامج الناس والقانون يمكن ظروف كورونا منعتنا نحن نظهر ليكم ولكن النهاردة قلنا هنطلع في حلقة استثنائية علشان نطمن الجمهور والمتابعين عن قضية مهمة جدا شغلت الرأي العام المصري طيلة الفترة السابقة هي قضية المهندس المظلوم المحبوز بسجن تابوك المهندس علي أبو الآسم اللي الحمد لله النيابة العامة المصرية بتحقيقتها العادلة والقضاء المصري النزي أثبت أنه متهم حسن النية وأنه لم يكن يعلم بمحتوى المعدة التي أرسلت إليه والتي زج بسببها في براس الاتهام وفي غياه بالسجون ظلما وعدوانا النهاردة معانا الأستاذة أسماء الصياد اللي تبعت القضية منذ 2018 بعد ما تم حفظ هذه القضية أو اللي كانت محضر إداري منذ 2016 لجأ لها أهالي المتهمين أهالي المهندس علي أبو الآسم زوجته تحديدا أشقاؤه وبالتالي تولت هذه الدعوة أهلا يا أستاذ أسماء الصياد أهلا بحضر أستاذ جمعة وأهلا بحضر أستاذ المشاهدين طبعا زي ما حضرتك قلت من البداية القضية بتاعت المهندس علي طبعا حضرك عارف أنها قضية رأي عام وقضية راجل شاب مصري كان كل طموحه أنه هو يعمل في الخارج وكان بيشتغل بقاله أكتر من سبع تمن سنين هو وذوقته برا وأولاده وتفاجأ طبعا بأنه هو يتم القبض عليه وتحب الظلم ما يقرب من خمس سنوات في يعني قضية هو ملوش أي زنب فيها وكان راجل حسن النية كان مجرد أنه هو رايح يستلم أوراق أو يخلص يعني أوراق أخرصت أسفلت عشان يتم تسليمها لأصحابها المستوردين طبعا حضرك عارف أن القضية دي كان فيها ناس كتير جدا وكان فيها يعني سواء هنا في الجانب المصري أو في الجانب السعودي وكان أغلب الناس دي كلها كانوا حسن النية سواء المخلصين الجمهوركيين في مصر أو في السعودية سواء المستلم في السعودية سواء حتى الناس المصدرين أصدر تقولي كل الناس اللي عدت عليهم المعدة كل مراحل المعدة في تصدرها بالضبط من شركات التخليص شركات الشحن لغاية ما وصلت لمن لغاية ما وصلت لغاية ما المهندس علي كان المفروض أنه هو رايح يخلص أوراقها يستلم أوراقها آه يستلم أوراقها فطبعا حضرتك عارف أن دي كلها للأسف يعني الناس دي كلها وقعت في حاجة مش بتاعتهم بس يعني يعني أنا ليا بس حت تحفظ بسيط جدا اللي احنا وصلنا في 2018 للوضع اللي احنا وصلنا له والقضية بقت رأي عام لأن للأسف الشديد فيه يعني تجاهل حصل من جانب السعودي للجانب المصري مش للجانب المصري للمتهمين الحقيقيين في مصر يعني المفروض في 2016 لما تم القبضة أو بمجرد ما تم القبضة عن مهندس علي في المعدة دي كان المفروض النيابة العامة السعودية أو تعاون الدولي النيابة العامة السعودية تحديدا يعني كانت تعلم بأن هناك متهمين حقيقيين منذ 2016 أكيد طبعا لأن المهندس علي قال ده في التحقيقات هو قال في التحقيقات بس انت عارفا أن فيه مبدأ اسمه الاستقلال القضائي بين السلطات المصرية وسلطات السعودية فالسلطات السعودية ما كانش ينفع تتدخل في التحقيقات المصرية أو تقول انحققوا مع المتهمين الحقيقيين إلا لما مصر أو السعودية تطلب الانابة القضائية هذا اللي أنا بتكلم بي طبقا لاتفاقية التعاون القضائي حضرتك ده المفروض السعودية كانت تطلب من مصر حصل العكس بقى يعني المفروض السعودية في 2016 عن طريق التعاون الدولي والاتفاقية المبرمة بيننا وبين المملكة العربية السعودية اتفاقية الرياض كانت المفروض السعودية تبعت لمصر وتطلب منها نابة القضائية من 2016 نابة القضائية لو كان تم طلبها من قبل الجانب السعودي من 2016 كان الأمور دي كلها كانت تغيرت تماما يعني كان المتهمين الحقيين كانت قابض عليهم من ساعتها كان المهندس علي ما كانتش حكا مع لي بالإعدام وأخذ خمس سنين ظلم أكيد كان في حقائق كتير جدا كان الصورة هتتغير وقليتا وحيبقى وقتها وما كانش المهندس علي اتحبس الوقت ده كله ظلم هما لو كانوا فتحوا التليفونت على المهندس علي كان فيه حاجات برضو كان ممكن يلقوها على واتساب أو كده جنب فتحوا بنانا على طلب المهندس علي هو طلب كلام ده كتير جدا في 2016 ده في بداية التحقيق آه لما فتحوا في 2018 بعد الحصل ده كله ما حصل فتحوا لقوا أن تصديق واتساب مش شغال وفي حاجات كتير جدا مش شغالة فما قدرواش يوصلوا لحاجات المفروض لو كانوا وصلوا لها أثناء التحقيقات في البداية في 2016 كان المهندس علي كان وضعها مختلف تماما جدا في القضية طيب أنت حضرتك عارفة أننا طلعنا نهاردة حلقة استثنائية في هذا البرنامج من أجل إبراز حقائق معينة والحمد لله بعد الحكم على المتهمين بحكم مؤبد من محكمة الجنايات المتهمين الحقيقيين اللي قاموا بإرسال هذه الشحنة من المخدرات كيف تسمني دور كل من شارك في هذه القضية وبعد الحكم على المتهمين أنت إيه رأي حضرتك في هذه القضية ومستقبلها في المملكة العربية السعودية بالنسبة للمهندس علي أبو الأس هو بداية طبعا لو هنتكلم عن تسمين دور كل من له يد في أن القضية توصل للمرحلة اللي إحنا وصلنا لها وإعادة محكمة بعد حكم ما كان نهائي في السعودية بالقتل تعذريا طبعا الفضل يرجع لربنا أولا وأخيرا وبعد كده المهندس علي نفسه ودعوات أهله والخير اللي كان بيعمله كتير ثم طبعا في الأول وفي الآخر بعد ربنا معالي وزيرة نبيلا مكرم عبد الشهيد وزيرة الهجرة وده دور اللي أنا وده ده حقها علينا بصراحة إن إحنا نطلع ونقول الكلام ده إن معالي الوزيرة بصراحة بأمانة وأشهد الله والناس كلها إن أنا لما رحت الوزارة وسلمت معالي الوزيرة واللواء سامير طه كان أيامها مساعد الوزيرة للشؤون الجاليات والمصير بالخارج سلمتوا لتحقيقات كلها اللي كانت محفوظة من 2016 وشافوا القضية ومعالي الوزيرة استغربت جدا إن قضية يتم حفظها برغم إن فيه كمينة عمل وفيه اعترافات من بعض المتهمين فسألوني قالوا لي إزاي محضر زي ده وفيه كمين ومتهمين معترفين إزاي المحضر ده يتحفظ فطبعا كان رضي إن الواقع حدثت خارج البلاد وإن المملكة العربية السعودية ما طلبتش إنابة قضائية فكانت إزاي النيابة العامة السعودية هتحيل المتهمين للمحاكمة من غير تحليل معمى الكيمياء للمادة المضبوطة في السعودية من غير إنابة قضائية من غير من غير من غير يعني حضرك شفت مبارح الجلسة والمحاكمة عادت أكتر من ثلاث ساعات وأحد المتهمين قالوا إزاي القضية تتفتح تاني في 2018 هو دون الخوض في تفاصيل القضية الحقيقة يعني اللي أنا عايز أقولها إن السيدة وزيرة الهجرة كانت أول شخصية تخطو بخطوات سابتة إلى مكتب النائب العام علشان تحرك هذه الدعوة من جديد وإحنا بنقدم لها كل الشكر والتقدير والتحية ولكن هناك جندي مجهول وهي البطلة ابتسام سلامة زوجة المتهم اللي كان لها دور فعال وكبير جدا في السعي الحسيس ونشر الموضوع على وسائل التواصل الاجتماعي والوصول بهذه القضية إلى ترند الوصول بهذه القضية إلى كثير من المسؤولين وكثير من الشخصيات المؤثرة في القرار والحمد لله إحنا بنشكرها ونتقدم لها بالتهنئة الناقصة إلى حين أن يتم إن شاء الله تبرئة زوجها تبرئة نهائية من السعودية وعودته سليما غانما النهاردة أنا بثأل حضرتك كيف تسميني دور هذه الزوجة البطلة التي تقف بجانب زوجها منذ ما يزيد على أربع سنوات أنا طبعا شهادتي مجروحة جدا تسمم أخت وصديقة وأنا عشرتها في فترة كبيرة جدا وكنا بنتحرك مع بعض ما بين مؤسسات الدولة وكنت بشوفها قد إيه يعني كل هدفها في الدنيا مش عايزة تأكل مش عايزة تشرب مش عايزة تعمل حاجة هي عايزة تروح للمسؤولين عايزة تثبت فرائة جوزها عايزة تجري مكانش بتنام الستة دي بجد بميت راجل الستة دي مثال الزوجة المصرية القصيلة الستة دي نقدر نقول عليها فعلا المرأة الحديدية ما كانتش بتتوانى لحظة عن أنها تثبت فرائة جوزها هذا طبعا يعني يعني عايزة أقول لحضرتك هي احنا كل خطوة بخطيها وكل ما بروح أي جهة هي رجليها مع رجلي قبل رجلي نروح لوزيرة الهجرة هي معايا طب يا ابتسام عودي في البيت النهاردة طبعا الموضوع ده مش محتاج مش لازم وجودك طبعا احنا أنا أستاذ جمعة رايح لا أنا لازم أروح تدخل وكانت يعني بتصير احنا يعني أذكر مرة رحنا مجلس النواب ورفضوا يدخلونا أغمى عليها شيخ الأظهر أهو شيخ الأظهر لا اتحركنا كتير جدا 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 وستي دي تحركت بصراحة يعني 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 أرفع لها الكبعة بصراحة يعني ربنا جزايا خير وربنا ربنا يتكلل تعبعه كل هذا برضو لا أنا استطيع أن ننكر دور أشكاء المهندس علي الحمد لله يعني إخواته رجالة بجد ويقفوا جنبه وقفة صحيحة وصريحة خاصة عايز أقول لحضرتك حاجة الأستاذ أشرف أستاذ أشرف أبو القاسم الراجل ده بصراحة أكتر حد تئب وأكتر جندي مجهول في هذه القضية لا والأستاذ خالي ده أبو القاسم أستاذ خالي طبعا ده أحد حوالي طبعا هو المبلغ الرئيسي الحمد لله هو الجندي مجهول فعل ضحية ضحية زي المهندس علي بس يعني الحمد لله على كل حال برضو قصق والد المهندس علي وكل أهله وكل أهل أسوان وكل الشعب المصري وكل إنسان محترم كان بيشارك المنشورات وكان بيتكلم وكان بيستغيث بالمسؤولين لإنقاذ المهندس علي كل الناس دي بصراحة شعب المصري العظيم يعني بصراحة أنا بتوجه بالشكر الكفة الشعب المصري والوطن العربي اللي كان بيخلى القضية بتاعتنا ترند وخلها يعني وصلت لأعلى مستوى والحمد لله رب العالمين هدفنا بدأ يتحقق بالحكم على المتهمين الحقيقيين وإن شاء الله اللي جاي أفضلهم طبعا حضرتك عارفة أننا مصدر العلوم ومصدر القوانين هو الشعب المصري والعلماء المصريين من قديم الأزل تعلمي جيدا أن أول قانون يصدر على وجه البسيطة كان قانون حمرابي أنا سعيد بصراحة بموقف القضاء المصري والسلطات المصرية والمؤسسات الحكومية في سعيها الحسيس للوقوف بجوار ابن من أبنائها المغتربين اللي لاقى اتهام ممكن يكون اتهام بلفق ممكن يكون اتهام جاء على سبيل الخطأ إيه رأي حضرتك في دور المؤسسات الحكومية خاصة مسؤولي وزارة الخارجية ومسؤولي وزارة الهجرة ومسؤولي النيابة العامة من وكلاء نيابة بدأوا التحقيق وفتح التحقيق في هذه الدعوة من 2018 حتى اليوم حتى صدور الحكم بالمؤبد على المتهمين الحقيقيين المرسلين حتى نسبة براءة المتهم أو نصل إلى البراءة اليقينية للمتهم بصراحة يعني أنا مهما أقول مهما أقول بجد بأمانة وأنا مش ببالغ والله العظيم الإدارة العامة لمكافحة المخدرات يا جماعة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الضباط يعني قمة الاحترام يعني ناس دي بجد ما كانتش بتنام والله العظيم مش بس في قضية المهندس عالي احنا عندنا قضية كتير مشابعة وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في العباسية كان لها دور كبير جدا في القبض على العدد من التشكيل العصابي زي كذا قضية حضرتك وهنتكلم عليها بعدين بقى فالإدارة العامة من مكافحة المخدرات ثم النيابة العامة مدينة ناصر والمحام العام وطبعا أكيد على رأسهم معالي النائب العام السابق نبيل صادق ومعالي النائب العام الحالي المستشار حمد الصاوي وطبعا يعني تعاون الدولي والقضاء والتعاون الدولي والثقافي بوزارة العدل ووزارة الخارجية طبعا لها دور مهم جدا 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 وصفرتنا في جدة وطبعا ما ننساش أبدا دور مندوب السفارة الأستاذ رأفط الله يبارك له بجد يعني إنسانا ربنا يبارك فيه برضو كان بيتحرك معنا بالليل كان بيروح يزور المهندس علي وديه ورق الساعة عشر بالليل الساعة واحدة بالليل المسؤولين هنا في مصر أنا عارفة أنا جاي لحضرتك أنا برضو أنا بأتكلم بقول أن كل مؤسسات الدولة وكل السلطات المعنية اشتغلوا كان فيه متابعة جدا 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 ووزارة الهجرة ومكتبها كله طبعا ما ننساش نقابة المهندسين معاني النقيب مع الوزير هاني ضاحي ورحمة الله عليه برضو اللواء السامي محمود مغاوري وكل السادة والأستاذ هشام الشفعي المهندس في السعودية رئيس جمعية المهندسين في السعودية وكل الجهات اللي ساعدتنا بصراحة محدش أثر والله العظيم بجد محدش يعني توانى خالص عن مساعدتنا وعن المصور لحياة الوقت أنا شخصيا وإدارة البرنامج وكل المتابعين وكل المصريين الشرفاء تتوجه بأحر التبريكات والتهاني وكامل الشكر والتقدير لجميع مؤسسات الدولة التي سعت سعيا حسيسا ووقفت بجرأة غير عادية في هذه القضية التي كاد أن يموت شخصا ظلما بسببها حقيقي أنا بقدم الشكر برضو لكل أشقاء المهندس علي وزوجة المهندس علي وأقول لهم ألف مبروك إلى حين أن يقضى بالبراءة النهائية إن شاء الله البراءة النهائية من السعودية بعد اعتماد الأوراق المصرية ولكن النهاردة أنا فيه لمحة جميلة أو لمحة إنسانية من الأستاذ أسماء الصياد اللي حضره معانا النهاردة ونورانا عن العمل التطوعي في مصر وكيف تقومي بالعمل التطوعي أنت ومن على شكلتك والله يا أستاذ جمعة إحنا يعني إحنا بنشوف حد مظلوم وأضايا إحنا متأكدين إن شاء الله حضرتك يعني إن إحنا إحنا بنبقى متأكدين من خلال خبرتنا في الأضايا اللي زي دي إن الشخص ده فعلا بريء أو لأ يعني هو حسن النية أو لأ يعني زي مثلا أمسال صلاح الصفطوي وعم بليغ وخالد عيد وكل الأضايا اللي جات لنا طبعا يعني مش عايزا أن سحاد بدون ذكر أسماء مش عايزا أن سحاد لا بذكر أسماء لأن الناس دي عاني والحمد لله أخذوا فيه ناس أخذت برهات بنتحفظ على الأسماء لأني طبعا أنا كمسئولية قانونية أو مسئولية اجتماعية بدون ذكر أسماء العمل التطوعي هو عمل إنساني يرقى إلى مرتبة السمو والمثالية لا يقوم به إلا شخص مثالي شخص إنسان من جوة طيب من جوة عنده إنسانية وحاسس بالناس الآخرين اللي حواليه إحنا بنتقدم بالشكر إلى كل من يسعى في الخير إلى كل من يقف بجوار مظلوم إلى كل من يدافع عن مضطهب أو ضائع لحقه النهاردة أنا بس بمناسبة بمناسبة الأضايا دي يا أصدر الجمعة والأضايا الإنسانية بالذات يعني فيه مشكلة حضرتك عارف طبعا إحنا استغلنا على الأضايا دي دي كتير وفيه مشاكل بتقابلنا إحنا شخصيا ولولا الخبرة اللي ربنا قرمنا بيها وبصراحة اللي جات نتيجة تحرقاتنا الزايدة ما بين مؤسسات الدولة والتعامل مع المسؤولين والموظفين وكل الجهات قدرنا يعني توصلنا لخبرة إن إحنا إزاي نتعامل مع الأضايا الزايدة نتمنى لما يكون في حد متهم ويتحرك لحد محامي يكون عارف إن المحامي ده عنده الخبرة دي إن الأضايا الدولية دي يا جماعة مش سهلة الأضايا اللي فيها تعاون دولي وفيها إنابة قضائية وفيها تحقيقات مش المفروض إنها تجرى في مصر وطبعاً أنتو عارف يا أستاذ جماعة إن الأضايا اللي زي دي أو المحاوضة اللي زي دي غالباً ما بيتم حفظها لسبب إن الواقعة طبعاً حدست خارج البلاد وطبعاً المحامي هنا بعد ما بيعمل محضر ويتم حفظه بيقول للناس ما أنا آسف أنا مش عارف ده مش ذنب إن يا بحفظته لأ أنا أحب أقول لحضرتك إنه لازم تكمل وتجري ولازم تتحرك تعمل تظهر واتنين وتلاتين ولازم تكون أنت عندك أصلاً من جواك عندك قناعة ببراءة الشخص اللي أنت بتحاول توصل لبراءته يا جماعة لما يكون حد بيتعرض لحاجة زي كده بره لازم يروح لأهل الخبرة في النقطة مش أي محامي مع احترام الأستاذ المحامين طبعاً كلهم على راسي من فوق بس مش أي ممكن يكون حد مش محامي ويقدر يوصل لك للبراءة لكن ممكن يكون حد محامي ما عندهش خبرة في حتة دي ضيع لك الدنيا ولو عندك قضية محضرة المهندس عالي بالمناسبة المحضر أهل المهندس عالي عمله من أثنين وستفاشر وستس جمعة ما تفتحش إلا بعد 2018 في منتصف 2018 ليه؟ بسبب قلة الخبرة برضو يا جماعة فده اللي أنا بس حاب أقوله يعني هو غالبية القضايا المفروض أن المحامي الأول يبقى عنده ضمير يكون عنده وازع ديني كمان يعني ما يشتغلش شغلانة ما يعرفش فيها هي مش قصة ضمير هي قصة إنه هو هي قصة إنسانية وضمائرية في الأول والأخير إنسان لو قادر وعارف إن هو ليه في هذا المجال أو التخصص ما جيبش محامي شغال مجلس دولة بس وقوله خد قضية جنائية وما جيبش محامي شغال شرعي فقط وقوله خد قضية مدنية ولكن هي طبعا من الأعراف أو من الجو العام للمحامين إحنا بنعرف إن فيه محامي شغال جنائي فيه محامي شاطر في المدني فيه محامي شاطر في الإداري وهكذا يكون باختصاص يعني هقول لحضرتك حاجة القضية الموضوع ده ببقى مش محتاج محامي قد ما محتاج حد يقدر يكون عنده خبرة ويتحرك ما بين مؤسسات الدولة لإن المحامي دور وجوده ما بين النيابة والمحكمة لكن إحنا النهار ده في الأضايا اللي زي دي بتحتاج يعني اتصال مباشر وحضرتك لازم تروح بنفسك مش تقدم شكوة عن نت مع احترام للناس اللي بتقدم شكوة عن نت ومع تحفظي مع تحفظي في هذه النقطة ألا أن القناعة الشخصية لدى المحامي المدافع من المتهم لابد أن تبنى على رأيه الشخصي ولابد أن يراجع نفسه في إجراءاته لابد أن يأخذ الخطوات الإجرائية الصحيحة طبقا لقانون الإجراءات الجنائية وقانون المرافعات المدنية والتجارية في جميع القضايا أنا بصفتي محامي الآن أنا مش بتكلم عن أنها هي بوصلة لمرحلة القضاء أنا بتكلم عن شكوة أنت بتعملها أنت حوك تقبض عليه بره أو حد قريبا لا في تحركات ما بين ندارة العامة ومكافحة المخدرات ووزارة الهجرة ووزارة الخارجية التعامل الدولي جهات كتير جدا هو لو ذهب إلى المكافحة المخدرات مثلا أو إلى النيابة العامة لابد أن يتقدم بشكوة والشكوة دي بتاخد رقم إداري وبعد كده بيحرر بيها إما محضر تحقيق وإما أن يؤشر بها لقسم الشرطة لإثبات حالة قانونية معينة وممكن يترفض أصلا ممكن يروح النيابة والنيابة ترفض أنها تحرر لمحضر أصلا الاسم فأنا بقول لها حضرتك هي أنت ما تيقسش ممكن أحنا قضية عم بليغ لما رحنا للنيابة رئيس النيابة قال لا الموضوع مش عندنا ده حصلت برة حتى المأمور في الاسم رفض يعملنا محضر فبدأناها من نائب العام قدمنا بلاغ عرائد نائب عام وتعاون دولي وروحنا مكافحة المخدرات ووزارة هجرة ووزارة خارجية لازم كل الجهات دي تكون أنت متواصل معها بشكل مباشر مش مجرد شكوة تبعات على إنترنت أو تصل تليفوني الحقيقة أنا النهاردة بصراحة بسمن دور الأستاذ أسماء الصياد ودور كل من ساعد أو ساهم أو شارك في هذه القضية قضية المهندس علي أبو الآسم وبوجه شكري للقضاء المصري النازي وبوجه شكري لكل مؤسسات الدولة المصرية اللي ساعدت في إنقاذ روح بريئة أو المساهمة في بداية إنقاذ روح بريئة تحديدا انتظارا للأخذ بالحكم القضائي النازيه المصري في المملكة العربية السعودية الحقيقة المواضيع بتاعة المصريين في الخارج لابد أن تكون محور اهتمام من جميع القائمين على العمل العام سواء كانوا محامين أو غير محامين سواء كانت مؤسسات أهلية أو مؤسسات خاصة ولكن أنا بقول أن بعد الحكم على المهندس علي أبو الآسم لابد أن ننتبه للشحنات الخارجة وأنا الحمد لله وصلنا للنتيجة بتاعة المهندس علي أبو الآسم بعد جهد شديد وجهد كبير وأنا بتقدم بكامل الشكر والتقدير للأستاذ أسماء ولجميع مؤسسات الدولة التي ساهمت وحضرت بصورة فاعلة في الوصول إلى هذه النتيجة المشرفة وبوجه شكري تاني وتحياتي إلى أسرة المهندس علي أبو الآسم وخاصة زوجة المهندس البطلة الأستاذة ابتسام سلامة وكانت هذه الحلقة اليوم حلقة استثنائية من برنامجكم الناس والقانون حيث اضطررنا إلى الخروج إليكم للإفصاح والتهنئة والتنبيه والتحذير لكل مصري يعمل بالخارج لابد أن تكون حذرا لابد أن تكون محتاطا محتاطا والحمد لله الأستاذ أسماء النهاردة نورتنا وشرفتنا وبإذن الله ننتظر منها الكثير والكثير في العمل العام ننتظر منها خدمة المصريين وننتظر من كل فعي الخير أن يسير على ضربه في الوصول إلى حق الضعفاء كانت هذه الحلقة بحضور الأستاذ أسماء وحضورنا جميعا ونوجه كمان شكرنا وتحياتنا إلى إدارة البرنامج على متابعتهم لينا وعلى التنظيم الجيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة